اشتركوا في القناة الذي بات النبي في بيته حينما هاجر خالد بن زيد الجهني أبو أيوك الذي نزل فيه وأمي القرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور قال الله تعالى في شأنه في قضية الإفك لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فكان أبو أيوب وأم أيوب لما صار المنافقون بخبر الإفك بين الناس حتى انتشرك النار في الهشيم قال لها والله يسمع ولا يسمعهما ثالث قال لها من أفضل أنت أم عائشة قالت طبعا عائشة قال تخيلي لو كنت أنت مكانها أكنت تفعلين ذلك قالت معاذ الله قال فإن كنت أنت أقل منها لا يمكن أن تتصوري أن تقدمي على جرمك هذا أيمكن أن تفعله قالت لا لا أعوذ بالله ثم قالت له من الأفضل أنت أم صفوان بن المعطل السلمي قال صفوان أفضل مني قالت لو كنت أنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك قال معاذ الله قالت فصفوان أفضل منك يا أبا طلحة وإن كنت أنت لا تفعله فكيف يفعله من هو أفضل منك فأنزل الله فيهما لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين أبو طلحة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاهد مع رسول الله حتى مات رسول الله جاهد مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر بعد عامين من الخلافة جاهد مع عمر الذي نزع نزعا عظيما في الدين ودعا إلى الله حتى لقي عمر شهيدا على يد المجوسي في مسجد رسول الله صبيحة يوم الأربعة وهو يصلي بالمسلمين الصبح جاهد مع عثمان شهيد الدار حتى ذبح من قبل المجرمين جاهد في عهد علي وفي عهد الحسن وفي عهد معاوية وفي عهد يزيد حينما أرسل جيشا تحت قيادة مسلم بن مخلد وكانت تابعون كلهم كلهم قلوبهم تهفو لفتح القسطنطينية عاملا بحديث رسول الله تفتح القسطنطينية ورميها فنعم الفتح في القسطنطينية ونعم الفاتح قال أيهما تفتح أولا قال القسطنطينية إسلامبول إسطنبول فكان الصحابة والتابعون يتسابقون من يحظى بشرف هذا الفتح العظيم فكون زيد يزيد بن معاوية جيشا تحت قيادة مسلمة وكان من جملة الجيش هذا الجند أبو أيوب وقد أدركت تسعين من عمره وسقطت حواجبه على عينه وحاول أولاده أن يثنوه قالوا يا أبتاء جاهدت مع النبي حتى استشهد جاهدت مع أبو بكر مع عمر مع عثمان مع علي مع الحسن قد أديت مع عليك والله يقول في القرآن في كتابه ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج رفع الله عنك الحرج أنت كبير طاعر في السم قال لا لم يرفع إلا عن الحرج قال تعالى في سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا الخفاف هم الشباب والثقال هم الشيوخ فشارك في هذا الجهاد فقال أيها الناس لربما سأموت أو أقتل في آخر غزوة لي فإن أنا ميت أو قتلت لا تدفنوني في المكان الذي أموت فيه ولكن حملوني ميتا على متن فرصي حتى تصلون إلى آخر نقطة فادفنوني في آخر نقطة تصلون إليها أيها المسلمون حتى إذا سألني ربي لما سمعت يا أبا أيب ذلك قال أقول ربي قاتلت فيك حيا وميتا ووصل المجاهدون إلى أسوار إستنبول والآن مدفون هناك ويحشر يوم القيامة إماما لإخواننا الأتراك إماما لسليمان القانوني والمجاهد سليم ومجاهد الأمة من الخلافة العثمانية المباركة الطيبة التي وصل الحكم فيها إلى روسيا إلى موسكو ففتحت أوروبا الشرقية ووصلت إلى الجزائر ووصلت إلى أقاص الدنيا الله 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 فقول الإخوان من تركيا الآن معنا لابد من ذكر حديث يدور الآن وهو الأخوة في الله فكيف يأتي الله تعالى بالحاج من ألمانيا والإخوان من كل مكان وإخواننا من تركيا حيث تذوب جميع الفوارق في بوتقة الإسلام ففي الإسلام ليس هناك أولوية للون ولا للجنس ولا للغة وإنما أن الجميع بين يدي الله سواه والله لا ينظر إلى الألوان ولا إلى الأجساد ولا إلى اللغات ولكن ينظر إلى القلوب ينظر ما تكسب القلوب فبحثت نظر الله القلوب فإن كانت القلوب قد اجتمعت على الله وعلى نصرة الدين فالله يمتن عليهم بمنة تسمى الأخوة في الله الله إنما المؤمنون إخوان شوف هناك أخوة زين انتعدم للبشرية كلها هي أن البشرية كلهم إخوان من آدم كلكم لآدم وآدم من تراب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم وخلق منها زوجها حواء بك يقول كلكم لآدم وآدم من تراب نحن أبناء رجل واحد وامرأة واحدة ومنها بث الله رجالا كثيرا ونساء فنحن إذن نحسن إلى البشرية كلها لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين ولم يأتي للعرب قط وإنما أتى للخليقة كلها كلها إن هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله رب العالمين أول آية آخر آية قل عوض برب الناس والله في القرآن يخاطب الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الإنسان إنك كادح لا كدحا يا بني آدم خذوا زينتكم يا أهل الكتاب ولم يخاطب يا أيها الذين آمنوا حتى هاجر النبي من مكة إلى المدينة فتكون مجتمع المدني للمؤمنين فخوطبوا لأنهم آمنوا ثم صاروا يطيعون أمر الله لأنهم آمنوا فالأخوة في الله هي منة الله تعالى سبحانه على من توفر فيه الشرطان الشرطان الشرط العول ارتضوا 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 بالقرآن المنزل من الله مرجعيتهم التي منها ينطلقون والله غاية والإسلام منهجا فالله جمعنا على القرآن مرجعية قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله ها سمعنا وعطعنا نحن نؤمن بالقرآن نعمل به هو الذي يوجهنا هو الحكم بيننا سنجعله إمامنا لا وراءنا وإن جعلنا القرآن إمامنا أخذنا إلى أرفع الدرجات لا نجعله وراءنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كيف تتقدم بين يدي الله ورسوله تجعل نفسك أمام القرآن أمام كلام الله لا لا كلام الله وهو أيضا غايتنا أن نرضي الله تعالى وبين المنطلق والغاية المنهاج لهو الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وآدابا في مجال الفرض في مجال الأسرة في المجالات كلها هذا الشرط الأول تعالوا أخوة فيجمعنا اللباش يا وزي على الإسلام مرجعية وغاية الثاني إن شاء الله أن نحب هذا الإسلام بقلبنا فإذا آمنا به مرجعية نأخذ منه التصورات أي فكرا زيد وأحببناه بالقلب فإننا قد جمعنا العقل مع القلب فتوتدت العلاقات مرجعية أي فكرية زيد وعاطفة ومشروع ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله هو الذي ألف ألف بين من؟ بين هؤلاء الذين ارتضوا الإسلام مرجعية وغاية كي يقولون لك يكون واحد الدار فيها 90 منافق وكينغي مؤمن واحد ويجي داخل واحد مؤمن وكين 99 منافق وكينغي مؤمن واحد قال لك هذا المؤمن يمشي 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 حتى يجلس أمام ذلك المؤمن ويخلي 99 منافق ويدخل على المنافق البيت فيها 99 مؤمن وغي منافق واحد ويمشي يمشي يمشي حتى يجلس أخوة باش ذاكش باش الله جمع بيناتهم الأرواح جنود المجندة ما تعارف منها تلف كي ما يقولها واسمويا الصونطر درطر اكسيو ها تجبت الإيمان يجبت الروح تجبت خوك خوك في الله مش قاش يكون في أرض بعيدة ما ده الفكرة خير لواله غي تسمعه غي تسمع سميته تستشعر قلبك يخفق حب الله لماذا؟ لأنه يتبنى مشروعك بغي الدين ينصر الدين ولذلك يا أحبابي هذه المنة تعال أخوة في الله والمحبة في الله زين هي هذه المنة لا يعطيها الله إلا لمن صدق صدق فيه تعارفوا في قشة كل محبة في الله والأخوة في الله ما تعرفوش ها على حسب المجتمعات واحنا المجتمع كي يسميه مجتمع مالك من هناك يسميه مجتمع الأشياء ما معنى الأشياء مجتمع ما معنى الأشياء ها هو مجتمع المصالح قدرين قدرك الصالحة مجتمع الأشياء ها هذيك المحبة تكون علامة علامة تكون أنا مصالح نقرب لك علاش المصلاحة البعض عليك علاش ما فيك صالحة نقرب لك علاش سيد صبو مقارمة والو وعاصل صداربي وعنده الفليسات والناس يقول بها خاوة بصداربي وهدي يحلوا الباب وهدي يقولوا زيد الحاجة وهدي يقول له كذا وهدي يقولوا اطبارك الله عليك وهو لي يساوي عند الله جنحة بعوضة شكول يدهت مما الرب ديالهم اللي في القلب تحب هو الدرهم رغبا ورهابا واذا لك ربك يقول هذين داس ما عندكم أخوة وانتم حقيقية شوفوا في صورة هودسكي يقولون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون أهب نعمل خود انت عند الدنيا كيل نفق لي فيهم أحبي بيك يا راك أحبي بيك يا من يتكون عنده الصرحة فيك هوين يقول أبي يقول لي أحرك في لأنك لقد خبرت هذا النوع وقلت يا ربي الناس شو هم ساكين هذا على مسألة فانية كيفاش يموتوا أعوذوا بالله يا ربي تغفرنا هذا كسمه منذ الوجهين وصلى الله على حبيبنا محمد